اشتركوا في القناة تقاطنها الى مناطقهم الاصلية غير الصالحة للعيش البشري حتى بعد تحريرها من الارهاب قبل اكثر من ثلاث سنوات وبقائها مجرد اطلال وشاهد يروي بشائع الجرائم التي وقعت فيها مراقبون يرون ان مآرب سياسية داخلية واقليمية وراء ما يجري والغايات كثيرة ولعل من اهمها تغيير في ديمغرافية المناطق المحررة في سبيل تغيير جغرافيتها مستقبلا النازحون حائرون تائهون معذبون مغلوبون على امورهم فمناطقهم الاصلية لم تعد لهم اذ تسيطر عليها جماعات مسلحة وسط صمط مطبق رسمي داخلي وعالمي وعجز مطلق في ايجاد الحلول الناجعة لمآسيهم اما المخيمات التي يقطنونها منذ سنوات والتي تفتقر الى ابسط مقومات الحياة البشرية فهي في طريقها الى الاغلاق وما من مستقبل امامهم سوى الشتات في وطنهم الذي لم يعد لهم فيه وطن انها مأساة عشرات الالاف وقبل كل شيء هم عراقيون ومن حقهم ان يتمتعوا بعراقيتهم وينعموا بخيرات وطنهم الا ان كانوا قد حرموا من هذه الحقوق ايضا كما حرموا من كل شيء يثبت انسانيتهم وحقهم في الحياة والوطن فهل من حلول مرتقبة لمآت النازحين ام ان القادم اسوأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة